السلام عليكم و شلوكم و شاكباركم يا ربي الكل تكونوا بخير و بصحة و بسلامة و اياكم ايمان بالقناة ايمي لفن الكروشة اليوم و بهاي الفيديو بنات راح نشتغل باترون البقرة اللطيفة اللي قبل المدة نزلتها على الاستجرام اذا تذكروا فاليوم ان شاء الله راح نشتغلها و اياكم و احلى ما بالموضوع نستغل الخيوط الزائدة فايخة الزائدة اتكم حتى كميات كلش قليلة و سواء كانت اي لون مو مهبة نقدر نشتغلها و يطلع جدا جميلة و هاي اللعبات الحلوات اللي امامكم ان شاء الله من بعد باترون البقرة راح ننزل فيديوهات لها جميل عند سلسلة الفيديوهات سواء كانت من البلابس الفوستان او تشاكيت او يلك شوفوا هاي شلون مشتغلتها مثل تشاكيت و يلك من جوا باترونها جدا حلوة و سهلة مو صعبة أبدا فهسا راح اثبت الكاميرا و راح نبتدي بشغول البقرة و راح اقولونكم الشغلات اللي راح نحتاجها و همينة راح اشوفكم صورة الباترون لان الدمية مو تحت ايدي حاليا فاشوفكم الصورة حتى تفتهمون و تعرفون عن اياه شغل اقصد يبنات الباتروني اللي راح نشتغلها اليوم هاي البقرة اذا تذكرون نزلت صورتها على الانستجرام قبل مدة شوفوا تنزلون البلابسة تبادلوني الالوان حسب رقمتكم و حسب الخيط الموجود عندكم اوكي فهسا راح نشتغلها بإذن الله الشغلات اللي راح نحتاج جبنات راح نحتاج عيون من 14 مليم و راح نحتاج دقمتين الدقمة بالمصري يعني زرار اوكي و ايضا راح نحتاج سنارة رقم 3 و راح نحتاج مقاص و الخيوط اللي راح نحتاجها بنات راح نحتاج قيود زائدة اذا عندكم حتى تقدرون تستغلون الخيوط هاي الخيط راح نحتاج كمية كلش قليلة لا تشوفون الحجم مالتها لكن استغل كمية قليلة منها خيوط لون بني على مد اشتغل البدلة بدلة البقرة خيط ابيض او خيط لون كريم على مد اشتغل الرأس فقط اوكي و راح نحتاج كمية كلش قليلة من هاي اللون احنا نقوله بالعراقي لون بصلي هاي عنا بود فقط اشتغل البوز الفم مالتها اوكي و اكيد راح نحتاج قطن اني ارجعها ذولة لمكانها و راح نبتدي بشغول بإذن الله و هسا نبتدي بشغول بسم الله اول شي نشتغل القدم اوكي فعلى بود القدم راح نحتاج خيط لون رصاصي نسوي دائرة سحرية وسنارتنا بناس نارة رقم ثلاثة ست غرزات حشو داخل هاي الدائرة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغلت ست غرزات حشو داخل الدائرة اول حشو بدون ما نسوي منزلقة اوكي نسحب الخيط و نشتغل غرزة حشو يعني احنا بهاي الحالة مباشرة دخلنا بسطر ثاني يعني هاي اول حشو بسطر ثاني راح نجيب العلامة حتى ما نقربط بعدد الغرز و راح نخلي علامة بسطر الثاني راح نشتغل تزايدات بكل الحشوات عندي ست غرزات حشو راح يصير اثناش غرزة حشو يعني هاي الحشو اضيف عليها بعد واحد حتى يكتمل عندي التزايد و اللي بعدها ايضا حشو حشوتين بنفس المكان و اللي وراها ايضا حشو كلها اشتغلها تزايد الى ان اوصل للعلامة و هاي اخر تزايد حشوتين بنفس المكان تمام حاليا ادي اطناعاش غرزة حشو اوخر العلامة و ندخل الى سطر الثالث و بسطر الثالث راح نشتغلها نشتغل غرزة حشو واحدة الرجع العلامة و الغرزة اللي بعدها راح نشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان هابينا غرزة حشو فردية والغرزة اللي بعدها تزايد و الى نهاية السطر على هاي الشكل حشو فردي وتزايد كبلة هابينات و حاليا لاني يطبط عاش غرزة حشو اوكي هسا نكبلها نشتغل بهاي سطر حشوتين ثابت وراها نشتغل تزايد نرجع العلامة على الاول حشو اللي سويتها هاي اول حشو حشو الثاني هذول فرديات بالغرزة الثالثة راح نشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان وهكذا الى نهاية السطر انا اكملها وارجع لكم كملتها حشوتين وتزايد و حاليا قدي 24 غرزة حشو و هسا بنات راح نشتغل حشوات مقلوبة انا براح اوقف الفيديو اشتغلها وياكم حتى تكون واضحة للجميع لانه هاي من البنات يقولون احنا بدنا نشتغل حشوات المقلوبة سواء كانت خلي نقول 24 غرزة حشو مثل اللي قدي هسا من يشتغلون حشوات المقلوبة اخر غرزة يكون مفقودة عندهم يعني يخلصوها على 23 فاني اشوفكم السبب ليش تفقدون غرزة واحدة فقط في غرزات الحشو المقلوبة هسا راح اشوفكم و شوفوا هاي القدم هسا نشتغل هاي المرحلة شوفوا هاي الحشوات المقلوبة اوكي بسم الله شوفوا نوخر العلامة هاي مكان العلامة صح احنا مو دائما ندخل بدانا لكن حاليا ندخل من جوا شوفوا ندخل سنارته من جوا اطلعها من ظهر الشغول و ندخل السنارتنا بالغرزة اللي بصفها شوفوا هاي يصير تمام نسحب الخيط منها نطلع من اثنيناتها يصير اثنين على السنارة نسحب الخيط و عادي نشتغل الغرزة الحشو مالتنا هاي غرزة الحشو المقلوبة نرجع العلامة و نحسبها بنات نقول هاي واحد الغرزة الثانية اللي دخلت السدارة منها اللي طلعت السدارة منها الغرزة الاولى و طلعت السدارة منها صح راح حبينا ادخل السدارة و ندقلها على الغرزة اللي بعدها نسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو اوكي هاي اثنين هسنا اكملها وياكم اشتغل اثنين هاي ثلاثة لكن اعدل الغرزة صارت كبيرة هاي ثلاثة اوكي اربعة خمسة ستة سبعة فوالي تسعة عشرة اوكي نفس الشي عشرة هاي اتعش اثنعش تلاتة عش اربعة عش افر اربعة عش هاي خمسة عش ستة عش سبعة عش وهاي ثمانتاعش تسعة عش وهاي عشرين صح عشرين وغرزة وهاي واحد وعشرين اثنين وعشرين وهاي ثلاثة وعشرين شوفوا وخلص وصلت للعلامة فهاي دائما البنات يقولون احنا نفقد غرزة بالنهاية صح انا قلت عندي اربعة عشرين ومن اشتغلت صار عندي ثلاثة عشرين لكن انتو اللي لازم تعرفوا احنا كل غرزة ندخل بها ونهاية الغرزة همين ندخل بالسنارة مالتنا فشوفوا هاي الغرزة ايضا ادخل سنارتي بها اوكي وطلعها من غرزة العلامة تمام اسحب الخين وهاي غرزة الواحد وعشرين اوكي يارب تكون واضحة يعني شوفوا احنا كل غرزة الاولى دخلنا بها طلعنا من الثانية صح والغرزة الثانية همين دخلنا من الثانية وطلعناها من الثالثة فنهاية الغرزة لتوقفون على 23 وتقولون خلاص احنا وصلنا للعلامة لا لازم تكبرون 23 على العلامة حتى يطلع عندكم 24 سواء كانت 24 25 اددوا الغرزة اي باترون الغرزات الحشو المقلوبة لازم بالنهاية همين تكبرون الغرزة يارب تكون واضحة هسا كملناها عندي 24 غرزة حشو مقلوبة داخل العلامة وشوفوا هاي مكان الحشو داخل سنارتنا بها ونشتغل عادي حشو ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص على كل غرزة راح نشتغل غرزة حشو واحدة بس نشتغل لبدة سطرين انا اكمل سطرين من الحشو الثابتة بنات وارجع لكم وعدد الغرز اتأكدوا منها لازم يطلعتكم 24 غرزة حشو اوصل اكمل سطرين منها وارجع لكم كمل سطرين من الغرزات الثابتة اللي كان عندتها 24 غرزة حشو شوفوا هاي نهاية الغرزة راح افتحها علي اريد اخير اللون الى اللون القهوائي البن دخل اوكي اشتغل الحشو اسحب الخيط لكن ما راح اكملها باللون الرصاصي راح ادخل الخيط القهوائي اوكي وراح نربطي الخيط ويا بقى حتى نتأكد انه باين فتح خلاص هنا راح اقص الخيط الرصاصي ما راح احتاج ها وبهاي المرحلة قبل ما اشتغل بنا راح اجيب كارتون شوفوا الكارتون على لابد اخذ قياس قطر الدائرة هاي الاخيرة حتى نخلي بها الكارتون حتى هي توقف عدي اللعب يجي عشوائيا اقص على شكل دائرة فقط هاي الزوائد اوخر هس راح اقص الهاي دائرة راح اقص على حتى توصل لقياس الدائرة شوفوا هاي وصلت الدائرة سواء كان شوي اصغر بو مشكلة لكن شوفوا بات صارت كل جزيرة راح اخليها على جرب بعدين احتاجها وهس راح نبتدي بالشغل هس دائرة العلامة راح نشتغ السطر من الحشوات الثابتة لكن في حلقة الخلفية من الغرزة اوكي شوفوا الغرزة عندي حلقتين حلقة الامابية والخلفية صح راح ناخذ الحلقة الخلفية فقط اللي تكون بالجوة خلي نقول اوكي راح ناخذ خيط ويا نا حتى فقط مرة نثبتها ثبتها راح العلامة نشتغ حشوات ثابتة في حلقة الخلفية الى نهاية السطر وعدد الغرز راح يبقى 24 غرزة حشو ثابتة وهاي تأخذ ها ويا حتى فتبر ثبتها سأكملها الى نهاية مرات وارجع لكم وكبلت الحشوات الثابتة في حلقة الخلفية الى ان وصلت الى العلامة وخلص بنات راح اوخر العلامة وراح نشتغل هاي الغرزة اعدلها راح نشتغل 15 سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اوكي هاي مكان العلامة انا اكبل 15 سطر حتى يطين هاي الارتفاع شوفوا ارتفاع القدم 15 سطر في كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة بس وتأكدوا من العدد العدد راح يبقى 24 غرزة حشو بدون تزايد وبدون تناقص انا اكملها وارجع لكم ابنات انا كبلت 15 سطر من الحشوات الثابتة باللون القهوائي او اللون البني خلي نقول اوكي هسا شن سوي جيب هاي دائرة اللي اشتغلناها من الكارتون راح ندخل لجو الشغل لكن نحاول نحاول انثبتها شوفوا يعني هي تتوقف اوكي وراح نجيب قطر حتى خلاص بعد راح نبتدي بالجسب ان شاء الله اوكي شوفوا هاي القدم هسا راح نبتدي بالشغل انا وصلت الى الشمس كلش عالية شوية تصير الشمس عالية شوية ينخفض فعلا بود هاي الاضاءة هي تصير لكن هسا تروح ابنات انا شوفوا وصلة لقبل العلامة صح من بكاني راح ارتفع سلسلتين واحد اثنين اوكي يعني ما راح ادخل ببكان العلامة راح اجيب القدم الثاني الاضاءة كلش عالية يمكن هي شي احسن ارتفع سلسلتين وراح اجي ادخل سلنرتي بمكان اللي مشتغلين غرزة المنزلقة شوفوا بالقدم الاول خلي نقول راح ندخل السنارة بها وراح نشتغل غرزة حشو مباشرة اوكي بحال حالة ربطنا القدم واكيد انتوا تشتغلوا القدم الاول وثاني لكن بما انه مذبقا مشتغل القدم فعادي اجي ربطتها السريع راح نشتغل حشواتها بتدائر بدائر القدم من الاول عندي 24 غرزة حشو على كل قدم صح راح اشتغل 24 غرزة حشو ها نشتغل مراه ما راح اوقف الفيديو على بود وردي وصلت اني انا انا اعتذر ان اضاءة اليوم الشمس اتلعب بينا لعب نشتغل حشواتها ثابتة بدون تزايد وبدون تراقص الى ان شوفوا الى ان وصلت الى قسم الامامي من القدم وصلت الى السلاسل يا ربي ايه وصلت الى السلاسل حسا فوق السلاسل عندي سلسلتين صح مور ربطط القدمين بسلسلتين حسا راح اجي اشتغل عليهم غرزة حشو لكن هاي تكون كل مزاجة هاي الغرزة وراح اجيب السنارة الاستيل حتى تكون اسهل الى دائما السلاسل تكون مزاجة لازم ألقى مكان السلاسل السلاسل بالقسم الأمامي حشوات ثابتة الى الوصل الى قسم القلفي من السلاسل اوكي يعني احنا حاليا صح اني وقفت الفيديو لكن اني حاليا اشتغل على قدم الاول هسا وصلت لقدم الثاني راح اشتغل ها حشوات ثابتة كل قدم مثل ما قلت لكم عندنا 24 ورزة حشو راح نشتغل ها حشوات ثابتة داير ما داير هسا وصلت الى السلاسل من قسم الخلفي يعني الظهر خلي نقول اوكي شوفوا قسم الامام اشتغلت بصعوبة لكن اشتغلت هسا وصلت الى قسم الخلفي اشتغل عليهم واحد وهي غرزة الثانية الثانية اوكي وهسا بنات راح نروح الغرزة هاي الغرزة شوفوا من قدم الاول نسحب الخيط ونخلي العلامة هاي تكون بداية كل سطر جديد اوكي يا رب تكون واضحة هسا احنا اشتغلنا حشوات ثابتة على كل القدم واشتغلنا غرزة الحشوب على السلاسل بالقسم الامام صح وغرزة الحشوب بالقسم الخلفي همينا على السلاسل وكل قدم عندنا 24 غرزة حشو يعني حاليا عندي 52 غرزة حشو اوكي لان 40 و40 20 و20 هاي 40 كل قدم عندي 4 و4 8 عليهم هاي 48 صح وغرز 2 حشو من الامام وغرز 2 حشو من القسم الخلفي يعني 52 غرزة حشو اوكي هاي خلينا العلامة هسا بنا راح نشتغل حشو ثابتة عادي لكن بالاطراف راح نشتغل تزايد هاي بس اعدل هاي الخط اخذت بالشغول ويايا اقصها اوكي تمام هزا انا راح اشتغل هاي تحشو ثابتة بدون ما احسب عادي بدون وصل للاطراف راح تكون واضحة شوفوا بعد ما واصلة للطراف اوكي اوكي يعني احنا بهاي سطر فقط اشتغل اثنين تزايد بالاطراف واحدة بجيه اليمنى واليوسى توا بنا هزا راح نشتغل الباقية حشوة ثابتة الى ان نوصل للعلم وحاليا بهاي سطر صار المجموع الى اربعة وخمسين غرزة حشو لان سوين اثنين تزايد صار اربعة وخمسين غرزة حشو فالوخر العلامة ورح نشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وتأكدوا من العدد لازم يطلع تكون اربعة وخمسين غرزة حشو اي بنات انا كملت سطر من الحشوات الثابتة هزا الوخر العلامة واي ضبنات رح نشتغل حشوات ثابتة لكن فقط بالاطراف رح نشتغل تزايد مثل الصبر السطر اللي قبلها اوكي اي تشير رح نشتغل حشوات ثابتة اول ما اوصل للطراف يعني للزاوية بدون حساب اول ما يتشير سوي شفو بعد ما واصلة ما قيل غرزة اوكي شفو اول ما وصلت للطراف هنا رح اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان اوكي وايضا بالقسم الامامي اشتغل هذولا كلها حشوات ثابتة الى ان اوصل للطراف بنات وارجع لكم وصلت للزاوية من القسم الثاني شفو بنات هي اول ما اطبق القطعة راح تكون واضحة هنا ايضا راح اشتغل تزايد يعني ايضا بهاي سطر اشتغلنا فقط اثنين تزايد بقيت الحشوات راح اشتغلها ثابتة الى ان اوصل للعلى بطرون ها جدا سهل واشاء الله يبكو بيطلع سهل وحاليا بنات وصل العدد الى 56 غرزة حشو لان احنا سمونا بهاي سطر اثنين تزايد صار العدد 56 مرزة حشو لاخر العلامة ورح نشتغل سبع سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اوكي سبع سطور اوكي 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 شوفوا بنات انا وصلت للطرف هنا رح اشتغل تناقص اخذ حلقة الامامة من الغرزة والغرزة اللي بعدها همينة اسحب الخيط واكمل تناقص مالتي اوكي وهنا رح اشتغل حشوات ثابتة الى ان اوصل للطرف الثاني وارجع لكم وصلت الى الطرف الثاني كملت حشوات ثابتة شوفوا هنا ايضا بنات رح اشتغل تناقص اخذ الحلقات الامامة من الغرزتين اسحب الخيط واكمل التناقص مالتي وبقية الغرز اشتغل ها حشوات ثابتة الى ان نوصل الى العلامة وصلت الى العلامة هسا الى عدد الغرز رجع الى 54 غرزة حشو لان احنا سوينا اثنين تناقص بالاطراب اخر العلامة واشتغل سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اكمل سطر من الحشوات الثابتة فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس اكملها وارجع لكم كمال السطر من الحشوات الثابتة لكن اخر غرزة ما اشتغلتها اريد اشتغلها الحشو لكن ما رح اكملها شوي ازيد الاضاءة علمون ادخل خيط لون الرصاصي اوكي مان شوفوا هاي الخيط الرصاصي رح ادخل الرصاصي وهنا اربط الخيط الوية بعض حتى ما يرفتح تمام بعد ما ربطتها اوخر العلامة رح اشتغل سطر من الحشوات الثابتة لكن في الحلقة الخلفية اوكي شوفوا هاي الحلقة الخلفية فقط واخذوا الخيط الرصاصي حتى مرة اثبتها اسحف الخيط واشتغل حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص الى نهاية السطر لكن بالحلقة الخلفية اوكي انا اكملها وارجع لكم ايبالات انا وصلت لاول نقطة هسا اشتغل على اول الحشو وارجع العلامة حتى ما اخر بعد عدد الغرس كمل حشوات ثابتة في حلقة الخلفية هسا ايضا راح تشتغل السطر من الحشوات الثابتة لكن راح تشتغل على الحشوات الاعتيادية يعني مو حلقة الخلفية نقض الحلقتين ويبع نور مال يعني نكبل حشوات ثابتة غير الخلفية ادي بقطوعة ابناء راح اشتغل حشوات ثابتة الى رهات السطر وعدد الغرس ثبت راح يبقى اربعة وخمس سير وغرزة حشو اكبل ها وارجع لكم كمل السطر من الحشوات ثابتة باللون الرصاص وهاي تكون اخر سطر لكن اخر غرزة بنات ايضا راح اشتغل ها لكن ما راح اكمل ها على مود ادخل لون البلوزة انا بالصورة بنات اذا تذكرون جيت مشتغلتها باللون الاصفر خلي اشوف كم شوفوا باللون الاصفر البلوزة لكن حاليا انا اشتغلها باللون البنفسجي فالالوان يبقى اختياركم وحسب رقبة ادخل خيط البنفسجي اعدل الاضاءة ايضا ادخل ها على واربط على اللون الرصاص ادخل 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 خيط الرصاص ادخل 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 خيط لون القهوائي البلوزة سنكمل بالنهاية باللون البنفسجي لكن انا وصلت لهاية الفيديو انتظروني بتكمله على جرس اشتراك اشتراك وهبيري بنات لا تنسون تابعوني على الاستغرام رابط الاستغرامي موجود بصدوق الوصف انتظروني بتكمله بجزء ثاني راح نبتدي بلون البلوزة اوكي حتى تكون واضحة ومثوبة للجميع احبكم وهواية ومع الف سلامة